عزائي طالبات وطلبة الصف الأول إعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهد إحنا في الحلقات السابقة في الجبر كنا تكلمنا عن القوى الصحيحة السلبة وغير السلبة وتكلمنا عن قوانين الأسس وعرفنا أنه عند ضرب الأساسات المتشابهة بجمع الأسس وعند قسمة الأساسات المتشابهة بطرح الأسس ولما يكون عندي أساس وعليه أسين بضربهم في بعض وتعلمنا أنه أي عدد أس سفر يساوي واحد عدد سفر أس سفر كمان لو الأس إشارته سالب ده معناه إيه؟ عشان أغير إشارة الأس من سالب إلى موجب بكتب المعكوس الضربي للأساس يعني مثلاً اتنين أس سالب واحد يبقى بتساوي إيه؟ بتساوي نص أس واحد اتنين أس سالب ثلاثة معناها نص الكل أس ثلاثة وهكذا النهاردة في حلقة اليوم هنتكلم عن نقطتين همين جداً النقطة الأولى هي كتابة العدد النسبي في الصورة القياسية النقطة التانية ترتيب إجراء العمليات الحسابية اللي هي الجمع والطرح والضرب والإسم هنرجع تاني وقلنا النقطة الأولى هي كتابة العدد النسبي في الصورة القياسية يعني إيه أكتب العدد النسبي في الصورة القياسية؟ عشان أكتب عدد نسبي في الصورة القياسية يكتب بشكل معين إيه هو الشكل ده؟ يكتب بالصورة ألف في عشر قص نون طب الألف ده عبارة عن إيه؟ أي عدد أكبر من أو يساوي واحد وأصغر من عشر ما تيجوا نكتب الكلام ده مع بعض؟ بص معي على الشاشة الصورة القياسية للعدد النسبي يكتب العدد النسبي في صورته القياسية على الصورة زي ما اتفقنا ألف في عشر أو السنون حيث مقياس ألف ده أكبر من أو يساوي واحد وأقل من عشر والنون ده عدد صحيح يعني ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالي مثال اكتب على الصورة القياسية كل من أول سؤال أو أول عدد خمسة واربعين في عشرة قصة تمانية تعال نكتبه مع بعض بص كده معي هذه خمسة واربعين في عشرة قصة تمانية أنا عشان أكتب هذا العدد في الصورة القياسية يبقى لازم يكون الخمسة واربعين ده زي ما اتفقنا عدد أكبر من أو يساوي الواحد وأصغر من العشرة يبقى أنا بحرك العلامة طب واحد يقول لي يا مصر هي فين العلامة أقول لك العلامة هي أصلا موجودة هنا في اليمين بس مش موجودة لأن المفروض دي بعد الخمسة فمش محسوبة أمامك طيب لما حركها كده هتبقى إيه أربعة فاصل خمسة هذه أربعة وخمسة من عشرة فيه خد بالك بقى أنا اتحركت كده النحية دي هو ناحية اليسار لأنها هنا فمشيت كده لما أمشي كده يبقى أنا مشيت عشرة بالموجب دي عشرة أس ثمانية أزود عليها عشرة يعني بقول في عشرة أس واحد يبقى عشرة أس كام أس تسعة يبقى خمسة واربعين في عشرة أس ثمانية لما اكتبوا في الصورة القياسية تبقى أربعة وخمسة من عشرة في عشرة أس كام أس تسعة أربعة ونصف عشرة أس تسعة دا كان رقم واحد ما تيجي نشوف عدد تاني رقم اتنين ستة أو سبعمية وستة واربعة من عشرة في عشرة أس خمسة طيب أنا العدد دا عاوز أكتبه في الصورة القياسية اتفقنا عشان أكتب العدد النسبي في الصورة القياسية لازم أكتبه بالشكل ألف وعشرة والسنون والألف دا عدد أكبر من أو يساوي واحد وأصغر من عشرة دا أنا أمامي سبعمية وستة دا أنا عايزه من الواحد الصحيح لأقل من عشرة يبقى أنا محتاج كده أحرك العلامة يطرى نحركها إزاي بص معايا العلامة هنا بعد الأربعة أنا عاوز أكتب عدد ما بين أكبر من أو يساوي واحد وأصغر من عشرة يبقى حركها كده ستة والسفر يعني هتيجي هنا يبقى حتب سبعة فاصل أد العلامة وبعد كده أد السفر ستة أربعة فيه دا كان عشرة أص خمسة طب أنا حركت العلامة كده زي ما اتفقنا جهة اليسار حركتها كم رقم ستة والسفر رقمين طيب وهي كانت عشرة أص خمسة أزود عليها الاثنين تبع عشرة أص كام أص سبعة يا مستر تعال نشوف أيضا عدد آخر لو أنا كتبتلك كده العدد ميتين تمانية واربعين من ألف أدي ميتين تمانية واربعين من ألف فيه عشرة أص سلب سبعة أنا عاوز أكتب هذا العدد فيه الصورة القياسي اتفقنا تاني عشان أكتب العدد في الصورة القياسية مستر لازم أكتبه بالشكل آلف في عشرة والسنون والآلف ده عبارة عن عدد أكبر من أو يساوي الواحد وأصغر من العشرة لو بصيت أمامك على الشاشة حتلاقي العدد ميتين تمانية واربعين من آلف طب أنا عايزه إيه عدد أكبر من أو يساوي الواحد وأصغر من العشرة أعمل إيه بص معي كده حرك العلامة يا طرى نحية اليمين ولا نحية اليسار لذا نحركها كده المرة دي عشان تيجي هنا يبقى 2.48 يعني 2.48 من مية فيه ودي العشرة طب أنا كده مشيت ناحية اليسار ولا ناحية اليمين أنا مشيت الناحية دي هو كده ناحية اليمين وانا قاعد كده تمام يبقى أنا مشيت كم رقم مشيت رقم واحد يعني عشرة أس سالب واحد هنا تبقى بالسالب وانا عندي مكتوب عشرة أس سالب سبعة أصلا في العدد فعضف لها السالب واحد تبقى عشرة أس كام سالب تماني تعال نشوف عدد آخر ادي رقم أربعة هي سالب هنا رقم أربعة سالب خمستاشر سفرين علامة من عشرة تلاف فيه عشرة أس سالب تسعة واحد يقول له مستر انت حطط لنا سالب هنا ماهماكش من السالب مالكش ده عبيه السالب ايه؟ مالكش ده عبيه خاص خمستاشر بقى من عشرة تلاف دي أنا عاوز أكتبه في الصورة القياسية احنا حفظنا بقى مستفد العدد في الصورة القياسية هيكون على الشكل ألف في عشرة والسنون والألف ده عدد أكبر من أو يساوي الواحد وأصغر من العشرة يبقى هنا محتاجة حرك العلامة إما كده أو كده تعال نشوفه حرك العلامة إزاي هنا العلامة بعد السفرينة هو ده معايا أربع أرقام طب أنا عايزة عدد ما بين الواحد أكبر من أو يساوي الواحد وأصغر من العشرة هتبقى فين؟ هتبقى هنا كده يبقى هنا عبارة عن واحد ودي العلامة ودي الخمس في عشرة أس كان بقى العلامة هنا هحركها لغاية الواحد أدي رقم اتنين تلاتة يبقى أنا مشيت كده وبالسالب ولا بالموجب اتفقنا بالسالب يا ميستر طيب وأنا عندي أس كم أصلا سالب تسعة ومشيت تلاتة بالسالب يبقى سالب كم سالب اتناشر كده أنا كتبت هذا العدد في الصورة القياسية تعالوا نرجع مع بعض تاني اللي احنا قلنا احنا قلنا عشان نكتب عدد في الصورة القياسية لازم يكون على الشكل ألف في عشرة أس نون والنون ده عدد صحيح ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب والألف ده عدد أو مقياس الألف يكون أكبر من أو يساوي الواحد وأصغر من العاشر وزا ما شفنا أربع أمثلة أمامك ظهرت معاك وحلناهم دلوقت طيب أنا قلت في حلقة اليوم احنا نتكلم عن نقطتين النقطة الأولى هي كتابة العدد النسبي في الصورة القياسية النقطة التانية كنا قلنا ترتيب إجراء العمليات الحسابية يعني لو أنا مديك مسألة فيها جمع وطرح وضرب واسمة يا طرق أخلص مين فيهم الأول ده بقى حلقتنا اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع يعني أخلص مين الأول الجمع ولا الطرح ولا الضرب ولا القسمة أقولك الأول الضرب والاسمة وبعدها الجمع والطرح طب أنا عندي ضرب واسمة مين الأول أخدها بالترتيب من يمين للشماعي يعني لو الأول ضرب أخلص الأول الضرب لو الأول اسمة أخلص الأول الاسمة وبعدها الضرب طب عندي جمع وطرح مين الأول برضو بالترتيب من يمين اليسار إذا كان الأول طرح يبقى الأول أطرح الأول جمع يبقى الأول إيه أجمع يعني نشوف كده مع بعض بص معايا ترتيب إجراء العمليات الرياضية أو الحسابية اللي هي عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة رقم واحد إجراء العمليات داخل الأقواس الداخلية ثم الخارجية يعني لو أنا عندي مثلا عملية حسابية وفيها أقواس يبقى أول حاجة خلصها الأقواس الأقواس الداخلية ثم الأقواس الخارجية طب تاني حاجة أتخلص من قوى الأسس أما يكون عندي أسس يبقى دا تاني حاجة بتخلص منها تالت حاجة عمليتي الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار رابح حاجة عمليتي الجمع والطرح بالترتيب من اليمين لليسار يلا اكتبوها معايا كده أدي أول حاجة إجراء العمليات داخل الأقواس الداخلية ثم الخارجية اتنين حساب قوى العدد اللي هي الأسس تلاتة الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين إلى اليسار أربعة الجمع والطرح بالترتيب من اليمين إلى اليسار تعال نشوف مع بعض أمثلة بص كده معايا بيقول لي احسب قيمة كل مني تلاتة زائد ستة في خمسة زائد أربعة على تلاتة نائز سبع نقولها تاني السؤال تلاتة زائد ستة في خمسة زائد أربعة على تلاتة نائز سبع تعال نحلها مع بعض أدي هنا تلاتة هي هكتبها لك تلاتة زائد ستة أدي تلاتة زائد ستة في خمسة زائد أربعة على تلاتة نائز سبع طيب دي عملية حسابية فيها جمع وفيها طرح وفيها ضرب وفيها إسم إيه أول حاجة هنا خلصها زي ما اتفقنا دلوقتي أول حاجة خالص الأقواش أنا عندي أقواش أيوة يا ميستر ده داخل القوص خمسة زائد أربعة يبا دي أول حاجة أخلصها يبا عيد الكتابة تاني ثلاثة زائد ستة فيه خمسة زائد أربعة كام؟ تسعة أدي ما بداخل القوص على تلاتة ناقص سبعة كده خلصت الأقواش طيب بعد كده عندي أسس لا ما فيش تعال بقى نشوف عندي بعد كده جمع وطرح وضرب وإسمة مين الأول أشوف الضرب والإسمة طيب مين الأول بقى الضرب ولا الإسمة بالترتيب من اليمين إلى اليسار مين الأول هلاقي ضرب الأول يبقى تلاتة زائد أضرب الستة في تسعة باربعة وخمسين يا ميستر وكمل الكتابة ودي على تلاتة ناقص سبعة طيب أصبح أمامك دلوقت العملية الحسابية فيها جمع وطرح وإسمة بعد الضرب أشوف الإسمة يبقى تلاتة زائد عند اربعة وخمسين على تلاتة هتديك تمنتاشر بعد كده ناقص سبعة أصبح أمامك تلاتة زائد تمنتاشر ناقص سبعة في عمليتي جمع وطرح يبقى أعمل مين الأول بالترتيب من اليمين لليسار الأول الجمع يا ميستر تلاتة وتمنتاشر واحد وعشرين ناقص سبعة دلوقت أصبح أمامك عملية طرح واحد وعشرين ناقص سبعة كام أربعة عشر ده كده سؤال على ترتيب إجراء العمليات الحسابية يبقى تاني لو أنت عندك عملية حسابية فيها جمع وطرح وضرب وقسمة مين الأول الضرب والإسمة بالترتيب من اليمين لليسار بعد كده الجمع والطرح بالترتيب من اليمين لليسار وقبل أي حاجة الأقواس الداخلية ثم الأقواس الإيه الخارجية تاني حاجة الأصص لو أنت عندك أصص في العملية الحسابية تعالي نشوف مثال آخر بيقول لي هنا تسعة ناقص خمسة أدي عندي أو تسعة ناقص خمسة أدي تسعة ناقص خمسة على تمانية ناقص ثلاثة في اتنين زائد ستة طيب أدي أيضا عملية حسابية ده في طرح وفي إسمة وفي طرح تاني وفي ضرب وفي جمع اتفقنا بقى أول حاجة أعملها إيه برافو عليكم زي ما تعلمتنا دلوقتي يا ميستر الأقواس الآود إيه اللي جوه القوس عندي تمانية ناقص ثلاثة تمانية ناقص ثلاثة كام؟ خمسة يا ميستر دي عملية الطرح تعالي نكتب أدي تسعة ودي ناقص خمسة ودي علا وصلت للقوس تمانية ناقص ثلاثة خمسة في اتنين زائد ستة دي أول خط اتخلصت ما بداخل القوس طيب دلوقتي أمامي طرح وإسمة وضربة وجمع مين الأول؟ الضرب والإسمة طب مين الأول؟ بالترتيب من اليمين لليسار قبلتني الأول عملية الإسمة يبقى تسعة ناقص خمسة على خمسة واحد في اتنين زائد ستة دلوقتي أمامي طرح وضربة وجمع نتخلص من مين الأول؟ من الضرب يبقى تسعة ناقص واحد في اتنين اتنين زائد ستة دلوقتي في طرح وفي جمع اطرح الاول عشان دي الاول بالترتيب من اليمين لليسار تسعة ناقس اتنين سبعة زائد ستة دلوقتي اجمع سبعة وستة كام تلتاشر يا مستر كده انا عملت العملية الحسابية المطلوبة في هذا اسود تعال نشوف عملية حسابية اخرى بيقول لي هنا اربعة ناقس ادي اربعة ودي ناقس تلاتة وادي قوس اربعة ناقس اتنين وافتح قوس تاني ستة ناقس تلاتة اقفل القوس على اتنين طيب انا هرجع تاني واسألكم عشان يكون معك عملية حسابية وعايز ترتب اجراء هذه العمليات الحسابية اتفقنا رقم واحد اول حاجة اعمل ايه اتخلص من الاقواس الداخلية ثم الخارجية يا اول خاطوة اتنين الاسس تلاتة الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين الى اليسار اربعة الجمع والطرح بالترتيب من اليمين الى اليسار اقولها مرة تانية ترتيب اجراء العمليات الحسابية اول حاجة الاقواس الداخلية ثم الخارجية اتنين الاسس تلاتة الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين الى اليسار اربعة بعد كده الجمع والطرح بالترتيب من اليمين الى اليسار تعالوا نحل مع بعض المثال ادي عندي اربعة ناقص ثلاثة وفتح لقوس اربعة ناقص ثلاثة وقوس تاني ستة ناقص ثلاثة افلنا القوسين على اتنين طيب اول حاجة خالص قلنا الاقواس الداخلية ثم الخارجية ده كده اسم القوس الداخلي يبدأ اول حاجة اخلص ادي اربعة ودي ناقص ودي ثلاثة ودي القوس ودي اربعة ناقص ثلاثة ستة ناقص ثلاثة اهي بقى ثلاثة على اثنين بعد ما قفلت القوس طيب دلوقتي هتخلص من ايه من الاقواس الخارجية اللي هو جوه القوس ده بقى عندي جوه القوس طرح وضرب من الاول برافو عليكم الدرب يا ميستر يبا اربعة ناقص ثلاثة ودي القوس ودي اربعة ناقص اتنين في ثلاثة بكام بستة ودي على اثنين طب ده لسه القوس موجود معايا هتخلص مما بيداخل القوس اللي جوه القوس عملية طرح يبا اربعة ناقص ودي تلاتة فيه اربعة ناقص ستة كام سالب اثنين ودي على اثنين دلوقتي اصبح امامك عملية طرح وضرب واسمة من الاول اتفقنا الضرب والاسمة من الاول بالترتيب من اليمين لليسار الاول عند الضرب اهيه يبا اربعة سالب في سالب بموجب يا ميستر تلاتة في اثنين بستة على اثنين الله عليكم دلوقتي عندي جمع وعندي اسمة مين الاول الاسمة يا ميستر يبا اربعة اهيه زائد اقسم ستة على اثنين يدينا تلاتة واربعة زائد تلاتة كام سبعة اذا ناتج العملية اللي امامك تساوي كام تساوي سبعة يعني دلوقتي لو اديتك مثال اخر هتعرف تحلو اتفقنا ترتيب اجراء العمليات الحسابية اول حاجة الاقواس الداخلية ثم الخارجية تاني حاجة الاسس تالت حاجة عمليتي الايه الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين الى اليسار رابح حاجة الجمع والطرح ايضا بالترتيب من اليمين الى اليسار نشوف مع بعضي مثال اخر ادي عندي اربعة او ستاشر اه على وافتح قوس تمانية ناقص تلاتة اربعة ناقص اتنين واقفل القوس زائد واحد بيبقى تاني السؤال ادي ستاشر وبعد كده على تمانية ناقص تلاتة وفي قوس اخر اربعة ناقص اتنين وبعدها زائد ايه زائد واحد طيب انا عاوز اتخلص من هذه العملية اعمل ايه اول حاجة الاقواس الداخلية ثم الاقواس الخارجية الاقواس الداخلية مين الي اربعة ناقص اتنين يبقى ادي ستاشر يا مصد و ادي علا و ادي القوس الخارجي و ادي تمانية ناقص تلاتة فيه هنا بقى القوس الداخلي اربعة ناقص اتنين بيكان بياتنين واقفل القوس ودي زائد واحد طيب ارجع تاني اعمل ايه دلوقتي القوس الخارجي هنا هشتغل داخل القوس الخارجي اليه تمانية ناقص تلاتة في اتنين يبقى ادي ستاشر و ادي علا و ادي القوس طيب اتخلص من مين الاول الطرح ولا الضرب برابو عليكم الضرب الاول يبقى تمانية ناقص تلاتة في اتنين بيكان بستة ودي زائد واحد دلوقتي ما بداخل القوس عمليه الطرح يبقى ادي ستاشر و ادي علا تمانية ناقص ستة ادي اتنين زائد واحد ستاشر على اتنين زائد واحد انهي عملية الاول برافو عليكم الاسمه ستاشر على اتنين تمانية زائد واحد يساوي كام يساوي تسعة تاني ترتيب اجراء العمليات الحسابية الاول الاقواس الداخلية ثم الاقواس الخارجية بعدها حساب قوى الاسس بعدها عمليتي الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين الى اليسار بعدها عمليتي الجمع والطرح بالترتيب ايضا من اليمين الى اليسار تعالوا نشوف مع بعض مثال اخر بيقول لي ادي تمانية في اتنين قس اتنين نائس سبعة فيه اربعة زائد واحد يلا انتوا بقيتوا شطرين بقى حلوها معايا انا دلوقتي عندي عملية حسابية فيها اسس فيها اقواس فيها ضرب فيها طرح فيها جمع يا طرأ اول خطوة هنا اتخلص من مين برافو عليكم مما بداخل القوس اللي هو مين اللي هو اربعة زائد واحد يبقى ادي التمانية ودي فيه اتنين قس اتنين نائس سبعة فيه اربعة زائد واحد خمسة طيب تاني خطوة هنا اشتغل على مين على الاسس يا ميستر اللي هي اتنين قس اتنين تمانية فيه يلا من شطر يقول لي يعني ايه اتنين قس اتنين برافو عليك واحد قال لي يا ميستر اتنين قس اتنين يعني اتنين في اتنين او اتنين مضروبة مرتين يعني اربعة نائس سبعة فيه خمسة فيه خمسة ايه طيب بعد كده عندي عملية ضرب وعملية طرح اتخلص من مين الاول من الضرب تمانية في اربعة اتنين وثلاثين نائس وايضا عملية ضرب سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين اصبح امامك عملية طرح العملية الاخيرة اتنين وثلاثين نائس خمسة وثلاثين يسوي كام طبعا هنا شرطين مختلفتين انا بطرح واكتب اشارة الكبير اللي هو الخمسة وثلاثين يبقى سالب اطرح يدينا كام تلاتة يبقى النتج بيساوي سالب تلاتة ولازلنا شغالين في مسائل على ترتيب اجراء العمليات الحسابية اللي هي الجمع والطرح والضرب والايه والاسم نشوف مع بعض مثال اخر بيقول لي هنا اتنين زائد ادي حكتبه لك والسؤال ادي اتنين وادي زائد تلاتة وادي قوسة هو خمسة زائد اربعة ناقص واحد الكل تربيع وآدي القوس طيب في المثال ده انا عندي برضو عملية جمع وعندي عملية طرح وعندي قوس خارجي وقوس داخلي وعندي قوس يا ترى اول حاجة تخلص منها ايه ما بداخل القوس الداخلي ايه باتنين ودي زائد وبعد كده ادي تلاتة وادي القوس وادي خمسة زائد اربعة ناقص واحد دول بتلاتة يا مستر وعليها تربيع واقفل القوس دلوقتي عاوز اشتغل ما بداخل القوس الخارجي عندك خمسة وعندك تلاتة قوس اتنين من الاول برافو عليك القوس تلاتة قوس اتنين يبدي اتنين ودي زائد تلاتة وقادي القوس ودي خمسة زائد تلاتة قوس اتنين بكام بتسعة برافو عليكو يعني تلاتة في تلاتة دلوقتي هشتغل داخل القوس يبدي اتنين ودي زائد تلاتة بين التلاتة والقوس ايه ايه وتنسوا دي اصلها فيه خمسة زائد تسعة اربعتاشر اصبح امامي عملية جمع وعملية ضرب اتخلص من مين الاول برافو عليكو الضرب يبدي اتنين زائد تلاتة في اربعتاشر تلاتة في اربعة باثناشر اتنينهم معنا واحد تلاتة في واحد بتلاتة واحد كام اربعة دلوقتي امامك عملية جمع اخيرة اتنين زائد اتنين واربعين النتجة يساوي كام اربعة واربعين تعالى نشوف مع بعضي مثال اخر برضو بيقول لي هنا تمانية في اتنين قس اتنين ناقص سبعة في اربعة زائد واحد ادي تمانية هي في اثنين قصة اثنين ناقل سبعة في اربعة زائد واحد يا ترى هنا انتوا بقيتوا شطرين اول خطوة خالصة تخلص من ايه برافو عليكم القوص الاول يبقى تمانية في اثنين قصة اثنين ناقل سبعة في اربعة زائد واحد ما بداخل القوصة هو يدينا خمسة طيب انا عندي تمانية في اثنين قصة اثنين ناقل سبعة في خمسة يا ترى دلوقتي اتخلص من مين برافو عليكم القصص يا ميستر اثنين قصة اثنين يعني اثنين في اثنين بكيام باربعة يبقى تمانية في هذه اربعة ناقل سبعة في خمسة طيب دلوقتي امامك عملية ضرب وعملية طرح مين الاول برافو الدرب يا ميستر تمانية في اربعة باثنين وثلاثين ناقل سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين طبعا هنا اطرح الناتج يدينا كام سالب تلاتة تعالا نشوف مع بعض مثال اخر بيقول لي هنا ادي عندي مرة تانية السؤال هو تلاتة وفتح لي قوس 3 اس 2 زائد واحد ناقص وايضا قوس اخر اثنين اس 3 ناقص اثنين وافل لك القصيد بص معايا كده ادي عندي تلاتة وادي قوس وادي قوس تاني 3 اس 2 زائد واحد ناقص اثنين اس 3 ناقص اثنين وقفلنا القسين طيب دلوقتي دي عملية حسابية ايضا فيها اقواس وفيها اسس وفيها طرح وفيها ضر اول حاجة ايه الاقواس الداخلية يا مستر تعال نكتب ادي تلاتة و ادي القوس الخارجي هنا عندك قوس داخلي جواه تلاتة اوست اتنين زائد واحد من الاول برافو عليك تلاتة اوست اتنين يعني ايه تلاتة اوست اتنين يعني تلاتة في تلاتة بكام بتسعة يبقى ادي القوسة هو و ادي تسعة زائد واحد ناقس ادي القوسة وتانية اتنين اوست تلاتة يعني اتنين مضروبة تلات مرات يبدي كام اتنين في اتنين في اتنين يلا بسرعة معايا بتمانية ناقس اتنين واقفل القوس يبقى ادي تلاتة بعد كده ادي القوس الداخلي فيه عملية جمع تسعة زائد واحد بعشرة ناقس قوس داخلي عملية طرح تمانية ناقص اتنين بستة كده عندك لسه القوس الخارجي تلاتة قلنا بين التلاتة والقوس ايه برافو عليكو ضرب عشرة ناقص ستة كام أربعة أصبح أمامك عملية ضرب هو تلاتة فأربعة يساوي كامل ناتج يساوي اتناشر احنا النهاردة في حلقة اليوم اتكلمنا عن نقطتين مهمين جدا وهي كتابة العدد النسبي في الصورة القياسية ثانيا ترتيب إجراء العمليات الحسابية بكده عزاء الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متبعدكم انتظرونا بعد الفاصل مع زميل آخر ورياضيات للصف الثاني الإعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته